أود في البداية أن نتقدم جزيل الشكر إلى السيد الفريق رئيس ركان الجيش الوطني الشعبي على دعمه لتنظيم هذه التظاهر القيمة حول المناولة والإدماج الصناعي بل وإصراره على مرافقتها بكل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذا الحدث الهام الذي يحمل أهداف سامية تتماشى مع برنامج السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أهداف تصب إلى إرساء قاعدة صناعية متنة ووعدة تعتمد على تكنولوجيات حديثة ومتطورة من شأنها إعادة بعث الاقتصاد الوطني وذلك من خلال إسهام كافة الفاعلين الاقتصاديين من مؤسسات صناعية عمومية وخاصة وكذا المؤسسات المالية والتجارية كما أود التأكيد أمامكم بهذه المناسبة على مدى الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتحقيق الأهداف المنشودة وتتويج الجهود المبذولة فيما يتعلق بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومسايرة التطورات التكنولوجية بغرض فرض المنتوج الوطني على مستوى الأسواق العالمية والإقليمية منتوج يستوفي جميع معايير النوعية والجودة العالمية كبديل للاستيراد لقد اخترت الجزائر خلال سنوات السبعينات وجهة صناعية تعتمد في الأساس على إحداث إقطاب صناعية متعددة لتخصصات وذلك بإنشاء وتشييد مركبات ومصانع تعتمد على استراتيجية إدماج أفقية وعمودية عبر المراحة المعروفة بالمنتج في اليد إلى المفتاح في اليد موجهة للصناعة الثقيلة والمتوسطة والتحويلية سدى الحضور لكن نسيج صناعي الوطني الذي كان من المنتظر منه مواكبة هذه المصانع لسيما المؤسسات المتوسطة والصغيرة لم يبلغ مسعاه وذلك لنقص في التخطيط والكفاءات والتكوين وانطلاقا من نقص التطوير والتجديد المسجلين خلال هذه الفترة أضحت جل المنتوجات المسنعة متقادمة ووسائل الإنتاج مهترنة ولا تسير متطلبات تكنولوجيات الحديثة وهذا يعود أساسا لعدم الاستثمار في معظم القطاعات منذ حوالي ثلاثين سنة لسيما قطاع الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والبيتروكيمياء والنسيج والخشب إن الزمن الذي كان يستلزم لكل آلة رجل قد ولا تارك مكانه للآلة ذات التحكم الرقمي التي توفر طاقات إنتاجية كبيرة وبجودة عالية والتي تتطلب كذلك كفاءات بشرية معتبرة إنما قمت به الدولة الجزائرية لبعث النشاط الصناعي الوطني خلال سنوات الأخيرة من خلال ترسيخ منهاج شراكة كنموذج اقتصادي والذي سمح بالاستثمار المباشر الخارجي عبر إنشاء مؤسسات مشاركة للصناعة والتطوير والتسويق ومصالح ما بعد البيع مع شركاء تكنولوجيين من ذوي السمعة العالمية جاء في أوانه للحفاظ على القطاع الصناعي الوطني لسيما الصناعات الميكانيكية التي هي مهددة بالزوال على جميع المستويات المالي التكنولوجي والهيكلي والأخطر من ذلك هو ضياع الرصيد المعارفي والفكري والفني المكتسب عبر السنين بالرغم من أنها تستلزم التحديث الدائم كمان الجزائر وعلى غيرار الكثير من الدول تطمح دوماً لتطوير القاعدة الصناعية بتكنولوجيات حديثة بهدف مسيرة تركب الدول المتطورة وتحديث وسائلها الدفاعية مع تكوين مستخدمها والرفع من جاهزيتها تحسب لأي طارئ للوذوذ عن شعبها وعن كل الشبر من ترابها في التحدي اليوم يمكن في صناعة منتجات ذات جودة عالية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولذا تم اختيار منهاج الشركة لضمان مردودية وإنتاج مزدوج مدني وعسكري ذو نوعية عالية ومعايير صناعية صارمة من شأنها منافسة منتجات الدول الأخرى وهذا ما يمكن بكل تأكيد من تصدير منتجاتنا دون أي صعوبة وفي طار البرنامج المستطر من طرف القيادة العليا فإن الجيش الوطني الشعبي من خلال قطاعه الصناعي ومن خلال برنامجه التطوري قد استغل مواقع كانت مغلقة أو في طريق الإغلاق عبر التراب الوطني بهدف إرساء هذه القاعدة الصناعية تفادياً بإعادة الاستثمار في البنية التحتية سدى الحضور إن الصناعات الميكانيكية هي أساس طاعدة الصناعية فلذلك يسعى الجيش الوطني الشعبي إلى ترقية هذه الأخيرة من أجل تنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذ استراتيجية الإدماج الصناعي لتمكيننا من تحقيق اقتصاد وفر وخفاظ محسوس في فاتورة الواردات والحفاظ على العملة الصعبة من خلال إدماج المؤسسات الخاصة والعمومية كالي بيامو أو الستارتاب لإنشاء شبكات المناولة في شت الميادين إن التصور والرؤية الجديدة متبنت من خلال قطاعات النسيج الصناعي الوطني ترمي إلى إعادة تجميع ترمي إلى إعادة تجميع بعض من المؤسسات العمومية الاقتصادية لإنشاء قاعدة صناعية ميكانيكية وطنية على شكل سلسلة شاملة ومتكاملة للنشاطات الصناعية الاستراتيجية الضرورية لإدماج القطاع والمكونات الأساسية المستوردة حاليا من الخارج لإدماج بدءا من السباكة والحدادة وختم الصفائح المعدنية إلى التصنيع الكل بكل مسلزماته حسب المعايير العالمية المفروضة من طرف الشركاء التكنولوجيين ومن أهم أهداف هذا الإدماج زيادة عن المساهمة في الاقتصاد الوطني بتقليص فاتورة الواردات نجد احتوات تكلفة لابتعاد شيء فشيء عن التبعية اكتساب ورفع المهارة والتحكم الصناعي ودخول مرحل التصدير عبر شبكات توزيع للشركة التكنولوجي هذا من جهة ومن جهة أخرى بعث روح المناولة لصالح المؤسسات الجزائري العسكري والمدنية العمومية منها والخاصة وأخيرا وباسم السيد الفريق رئيس الركان الجيش الوطني الشعبي أعلن أن الافتتاح الرسمي لإشغال هذه الأيام الدراسية التي نتمنى أن تكون مثمرة وتتوج بحوصلة وتوصيات تكون هي الأساس لتحقيق وتجديد الأهداف المسطرة التي من شأنها النهوض بهذه القطاعات الحساسة ولن يتأتى هذا إلا بتضافر جهود جميع القطاعات الوزيرية المعنية تماشياً مع النظر الشاملة المسطرة من قبل السلطات العليا للبلاد وفقنا الله وسدد خطانا إلى ما في الخير لجيشنا الوطني الشعبي ولوطننا الغالي تحية الجزائر المجد والخلود شهدان الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة شكرا